اشتركوا في القناة وجودنا كعراقيين هو يحملنا مسؤولية كبيرة كون ننتمي إلى أكثر من سبع حضارات عظيمة هذه الحضارات لم تتوفر لأحد من قبل هذه الجينة المحسنة التي تلقحت بكل هذه الحضارات هي جينة نعتبرها ذكية واعتبرها نحن موفقين أنه ولدنا على هذه الأرض مع كل ما حصل من مآسي لكنه نتشرف بهذا الانتماء كون أنه هذا الانتماء بما هو عليه هو استمرارية لتواصل إبداع متميزة على كل الأصعد هذا البلد العراق عراقنا أنجب شعراء بدون شوفينية أنجب أهم شعراء من المتنبي إلى السياب إلى وصولا إلى اليوم شعراء قصيدة النثر أنجب مهندسين عباقرة من فترة العباسيين إلى اليوم أنجب علماء في كل المجالات أنجب موسيقيين يكفي أنه إبراهيم المصلي عمل أوركسترا من أربعمائة عازف في زمن الرشيد للآن ما عارفين كيف عمل هذه الأوركسترا بهذا العدد ماذا كانوا يعزفون إذن هذه المدايات الإبداع التي فتحت أفاقها جامعة المستنصرية من أيام المستنصر بالله والتي خرجت كل العلماء الكبار التي جاءوا من بقاع العالم كموهوبين والعراق أعاد تصنيعهم وقدمهم للعالم الفارابي الكنبي الأرموي بن سينة غيرهم من الهيثم كل هؤلاء شربوا من ماء الذجلة والفراط واستنشقوا هواء العراق بكل ما فيه من جمال ومن تنوع وألوان لذلك أنا اليوم أشعر بشرف كبير وبمسؤولية بنفس الوقت هذا الشرف لا نفخر كون أنه إحنا ما أننا فضل فيه لكنه نتشرف بحمل هذه الجينة التي هي من حتى نسك الدخول إلى عالم الإبداع من حتنا الامتياز في أن نكون ما نحن عليه أنا امتداد للسومريين أنا امتداد لجميل ومنير بشير وسلمان شكر وكل جيل الأساتذة الكبار من الموسيقيين هؤلاء مهدوا لنا الطريق ومهدوا الطريق لأساتذتنا المباشرين ونحن نمهد الطريق اليوم عبر ما أسسته من بيوت للعود العربي مشروع بديته بحلم بغرفة صغيرة وتحول الآن إلى بيوت مراكز تنشئ المبدعين في كل مكان في العالم الآن طلبتي في كل أنحاء العالم يزرعون الجمال عبر تعليمهم الموسيقى وتقديم عروضهم واسطواناتهم أصبح عدد المنتمين إلى بيوت العود مئات من الطلبة اللي تخرجوا منهم هؤلاء اليوم اللي يمثلون العود بشكل مشرف في كل مكان في العالم والآلات الأخرى اللي تدرس في بيت العود التجوالي في كل أنحاء العالم وتقديمي للعود بالشكل المعاصر هو يعني يعطي مثال واليوم حتى أختم حديثي سأهديكم آخر تجربة عملتها مع الأوركستر السيمفوني اللي هي حلاق شبيل لليروسيني اللي أول مرة تقدم مع الإيجبت في الهرمونيك والعود هو الصولو في هذا العمل ومن يأتي لكم بالنجاح والتوفيق والمعذرة مرة ثانية كوني غير موجود معاكم إلا بروحي موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة